هو إذا قرع على كل موضوع الحرب في الفاشر في السياق الاستراتيجي الكل هي معركة استراتيجية في إطار وحدة السودان بالنسبة للخرطوم القوات المسلح هي معركة وحدة السودان يعني إذا كان والله حصل سقوط للفاشر وارد جدا أن القوى المعادية قد تستثمر في هذا السقوط الذي يجعل من التمرض يسيطر على عموم دارفور أن يجعل وحدة السودان على المحك تكمن حرب الخرطوم في أنها حرب لها علاقة بالسيادة إنه والله يعني أن تكون العاصمة التي تعبر عن سيادة الدولة ساقطة فهي إشكالية لكن مهما حاول الدعم السريع السيطرة على أحياء الخرطوم أو أم درمان لا يؤثر كثيرا فيما يتعلق بوحدة السودان لاحظ معي هذه النقطة مهمة جدا يعني قضية إنك أنت ماسك الخرطوم لا تهدد وحدة السودان لماذا؟ تهدد سيادة الدولة وسيادة السلطة على مركزها لاحظت؟ لكن لم تفصل الخرطوم عن بقية أجزاء السودان طبيعة الجغرافي هكذا تقول يعني كونك سيطرت على الجزيرة سيطرت على المدينة ما في إشكال في أنه لا يخشى أي مواطن سودان والله أنت ستذهب بهذا الجزء إلى الإنفصال لكن دارفور لا دارفور بما أنها تقع في منطقة قابلة لأنه والله ممكن يحصل فيها انقسام كما حصل في جنوب السودان لاحظ لو كانت حرب جونجران في الخرطوم ما كان ممكن تبقى حرب وحدة أن أنا أقاتلك في الخرطوم لأسيطر على الخرطوم والسودان يبقى خريطة لكن لما تخوض في إطار إقليم معين وتعجز عن الوصول بهذا الإقليم إلى المركز تؤثر الإنفصال فهذه القراءة فيما يتعلق بطبيعة الحرب في الخرطوم وطبيعة الحرب في لذلك لاحظ الآن القوات المسلحة حربها في الخرطوم وهي حرب السيادة إن صح التعبير واستعادة السلطة في الخرطوم لم تشقلها عن الحرب الاستراتيجية المعبر عن وحدة السودان ووحدة أراضي الدولة السودانية في موضوع الفاشر